تحياتنا شباب، استلموا خير الأكوان، محبة الأكوان، وأيامكم كلها ضوء، كل واحد معنا استلم، استلم نجاحات أبدية وفرص أبدية، وأعرف يا أخي ويا أختي أنت من الضوء أتيته، آمين 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 لدينا منهاج مهم جداً حقيقةً في علوم السفر الكوني وعلوم المتافيزيكس، فالمنهاج الأول والثاني للطلاب الجدد، والمنهاج الثالث للطلاب الذين اشتازوا المنهاج الأول والثاني المجموعتين للطلاب الذين ماذا؟ الذين يدرسون المتافيزيكس فيستلمون ملف PDF في هذا الملف هناك ماءة سؤال مع الإجابة، والإجابات أيضاً يستلمون الطلاب، الإجابات أيضاً تكون يعني توضيح الإجابات على شكل فيديوهات وهذه قيمتها حتى أقول أكثر من 2000 دولار، لأن هذه عملنا عليها كثيراً كثيراً حقيقةً أي الأسئلة والأجوبة، هذه التي أنتم سوف يعني طلاب الذين في المنهاج يستلموها، تعمل لكم ما يزمى بالأكسلوريشن، تسريع في فهم علوم المتافيزيكس، فأنت ما تحتاج تصرف ممكن قولت لس سنوات، لا يعني من خلال هذه المئة السؤال، يصبح عندك أكرر يعني يصبح أكسلوريشن في فهم علوم المتافيزيكس، وأيضاً تساعدكم كثيراً شبابنا في السفر الكوني أيضاً قصة هذه الأسئلة والأجوبة، هذه الأسئلة والأجوبة كانت ضمن اختبارات وامتحانات في منهاج مهم في علوم المتافيزيكس، كان مدة هذا المنهاج سبعة أشهر والطلاب الذين اشتركوا بهذا المنهاج، كل أسبوع كان عندهم اختبار، ونهاية كل شهر لمدة سبعة أشهر عندهم اختبار يعني شهر الأول، الأسبوع الأول اختبار، الأسبوع الثاني اختبار، والثالث اختبار، والرابع اختبار، تمام؟ هذا شهر الأول ونهاية الشهر الأول أيضاً اختبار، يبدأ الشهر الثاني، الأسبوع الأول اختبار، الأسبوع الثاني، والثالث والرابع اختبار، والاختبار الشهري للشهر الثاني، وهكذا ففيها قيمة عظيمة هذه، يعني سنجمعها مئة سؤال ومئة جواب، طبعاً وفيديوهات توضح الأجوبة أيضاً هذه فقط لطلاب المنهاج هذا، بحيث يعني هو يستلم بي دي اف، يكون البي دي اف باسمه فقط، بمعنى هو سوف يقرأ في البي دي اف، يقول أمام الكون وأمام كائنات الاندروميدان أنا، فمثلاً لو كوني مائة وخمسة وثلاثون أي هكذا نعمله، لأن هذا فيه أقصد يعني هي هذه فيها الأسئلة والأجوبة، فيها قيمة عظيمة عملنا عليها كثيراً كثيراً يعني هذه ممكن حقيقة مش بتاع سبعة أشهر ممكن نقول، ممكن سنتين ثلاثة من علوم المتافيزيكس، وضعناها في هذه الأسئلة والأجوبة فالطالب يعلن أمام الكون وأمام كائنات الاندروميدان، يعني هذا الطالب هو مسموح له أن يقرأ هذا الملف، وهو غير مسموح أبداً، لا استنساخ مسموح أو يرسله إلى طالب آخر أو شخص آخر، غير مسموح فقط، هو الطالب الذي يشارك بهذا المنهاج، لأن هذه الأسئلة والأجوبة، وسوف نوضح أيضاً عندنا مثال من الأسئلة والأجوبة، نوضحها هنا فيها قيمة عالية جداً، فلان طونة مجال، مثال فمثلاً هذا السؤال، نقرأ السؤال، ممكن تقرأي؟ عزيزي أنت لكون عظيم يبارك حياتك، معكم، معكم، السؤال الرابع، تحياتي لكم جمال، السؤال الرابع اختارت جواب واحد أو أكتر أو الكل، شخص يريد تحقيق هدف معين ويأتي إليك من أجل نصيحة، أي من الدروس والنصائح التالية تقوم بتوضيحها له وتنصحه بتطبيقها، تطوير قوة البناء الإيجابي، تطبيق الصلاة العلمية، تطوير الإيمان والثقة بالنفس، تطوير فكر ووعي أنه والعقل الكوني واحد، تقوم بتعرفه والتوضيح له أنه كائن أبدي وأهدافه هي أهداف العقل الكوني، يذهب إلى الناس ويخبرهم أنه إنسان سريء. طبعا الإجابة أستاذ هي كل الإجابات مع هذا الإجابة الأخيرة. طيب إحنا هنوضح بالسؤال، يعني افترض أنت خبير أو عند خبرة عميقة في علوم المتافيزيكس، ويأتي إليك شخص يريد تحقيق هدف، يطلب منك، يقول لك أنصحني، فأنت أي من الدروس والنصائح التالية تقوم بتوضيحها له، هل تقول له اعمل على تطوير قوة البناء الهيجابي، تنصحه بتطبيق الصلاة العلمية، تنصحه بتطوير الإيمان والثقة بالنفس، تنصحه بتطوير فكر ووعي أنه والعقل الكوني واحد، هل تقول له أو تقوم بتعريفه وتوضيح له أنه كان أبدي وأهدافه هي من أهداف العقل الكوني أو مشتركة مع أهداف العقل الكوني، هل تقول له أن يذهب إلى الناس ويخبرهم أنه إنسان ثري؟ فالجواب الصحيح هي كل الأجوبة ما عدا الأخير، الأخير يذهب إلى الناس ويخبرهم أنه إنسان ثري هذا ليس صحيحاً، في علوم المتافيزيكس أخواني وأخواتي ما في التباهي والتفاخر، حتى نحن قلنا في محاضرات، ننتبه رجان، الخالق والخالقة، الطاقة الكونية لا تتباهى، يعني الخالق والخالقة، العقل الكوني لا يقول انظروا أنا كريم، انظروا أنا محبة، لا يقول هذا، حتى زعماء وزعيمات الأكوان، ننتبه رجان، لا يقولون نحن زعماء الأكوان ما عندهم، فهو إذا يذهب إلى الناس ويخبرهم أنه إنسان ثري فأصبحت ماديات، أصبح فيه مسافة وزمن، فهذا هو الجواب الذي هو مش صحيح، كل الأجوبة صحيحة ما عدا الأخير، فأنت تنصحه هذا الشخص بتطوير قوة البناء الإيجابي، تنصحه بتطبيق الصلاة العلمية، تمام؟ تشجعه على أنه يقوم بتطوير الإيمان والثقة بالنفس، تطوير فكر ووعي أنه والعقل الكوني واحد، تقوم بتعريفه أو تشرح له، توضح له أنه كان أبدي، أنه قوة أبدية، أنه ضوء، تقول له أهدافك هي أهداف العقل الكوني، تقول له أنت والعقل الكوني واحد، فأنت ما حتنصح، تقول له اذهب إلى الناس، اخبرهم أنت ثري، أبدا هذا، يعني أقصد هو هذا الجواب ليس صحيح لأن هذا مادي، زمني، العقل الكوني ما فيه تفاخر، أي نعم، تمام؟ هو يقوم، هذا الشخص، بالعمل على أنه يطور قوة البناء الإيجابي صح، يطبق الصلاة العلمية صح، يطور الإيمان والثقة بالنفس صح، تطوير فكر ووعي أنه والعقل الكوني واحد صح، أيضا يعرف أنه كائن أبدي، أهدافه هي أهداف العقل الكوني، فهذه هي الأجوبة الصحيحة، فهكذا يعني هو هذا الملف، ملف PDF، الطالب المشترك بهذه المناهج أو منهج أساسيات علوم المتافيزيكس، سيستلم هذا الملف مئة سؤال والإجابة والتوضيحات أيضا تكون على شكل الفيديوهات، الكون العظيم، يبارككم شباب، استلموا ضوء الأكوان وتعيشون قوة أبدية، تعيشون محبة أبدية، تمتليئون بالخير وبالسلامة الأبدي اليوم وكل يوم، آمين آمين آمين